المناخية هو بطل المشهد خاصة أنه خلاص أيام قليلة وهتبدأ قمة المناخ كوب 27 اللي بتصادفها مصر إن شاء الله في مدينة شارم الشيخ بحضور عدد كبير من الدول ومصر مش بس كدولة مصطدفة لهذا الحدث هي عندها استراتيجية مهمة طبقت جزء كبير منها على أرض الواقع في استخدامات متعددة للطاقة النظيفة واحدة من هذه الاستخدامات هو القطار الكهربائي الخفيف واحد من المشروعات الصديقة للبيئة اللي اشتغل بالفعل دلوقتي ومتاح للجمهور إن هم يروحوا يستخدموا هذا القطار وأنا عن نفسي الحقيقة بدفع الفضول رحت أجرب وركبت القطار ده حاجة أو شيء متطور جدا جدا منتهى خدمة مميزة بتقدم إلى الجمهور بسعر بسعر بسيط جدا وفي نفس الوقت هي بتوصل إلى المدن الجديدة يعني المحطات الشروق العبور بتوصل بعد كده في مراحل متقدمة للعاصمة الإدارية الجديدة ولمدينة العشر من رمضان والمدينة بدر فهي كمان بتسهل على ناس اللي هتقتن في هذه المدن الجديدة إن هم يقدروا يوصلوا بسهولة بوسيلة نقل جماعية طليق بالمواطن المصري وطبعا بتوصل من ناحية تانية بمحطة عدل منصور محطة تبادلية تقدر من خلالها تركب بقى المترو وتنتقل إلى أجزاء مختلفة ومناطق مختلفة في القاهرة الكبرى مشروع مهم جدا جدا خلونا نشوف في هذا التقرير المعلوماتي تفاصيل ومعلومات أكتر عن القطار الكهربائي الخفيف موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة